عملاءنا الأعزاء من باب حرص البنك الأهلي الكويتي على توعية العملاء من الناحية المصرفية رح أكلمكم اليوم عن سياسة القروض بنك الكويت المركزي وضع سياسة واضحة ومحددة للبنوك والشركات التمويلية بخصوص عملية الإقراض وطلب منهم تزويد العملاء بكافة تفاصيل القرض مثل قيمة القصد، عدد الأقصاط، نسبة القصد إلى صاف الراتب وتبعات ومخاطر عدم الالتزام بالسداد وكذلك طلب منهم توضيح للعميل عن تبعات ومخاطر الالتزامات المالية على العميل خاصة في حال تغيير الوضع المالي للعميل مثل تغيير عملاء أو التقاعد أو حتى تغيير نسبة الفائدة على القرض البنك يعطي مهلة يومين للعميل لمراجعة العقد بصورة واضحة وكاملة قبل التوقيع عليه إلى جانب المشورة المالية التي قدمها البنك للعميل قبل وأثناء فترة الاقتراض شكر خاص من البنك الأهلي الكويتي للقائمين على حملة لنكن على دراية ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر